يعني بعد استلام عصد ذكرة من قبل المفوضية هل من الممكن إعلان النتائج النهائية اليوم في ظل عدم تأخير إعلان النتائج؟ في الحقيقة هذه النتائج النهائية أكو إجراءات قبل لا تعلن النتائج النهائية كون هذه المسألة تتطلب أن المفوضية تستقبل الاعتراضات والطعون وتستقبل لها إجراءات معينة ويتم البت في هذه الاعتراضات اللي هي من حق كل المرشحين أنه يقدموها في حال إذا كان هناك ملاحظة على النتيجة وكان عندهم يعني ما يثبت ذلك فهذا الموضوع إعلان النتائج النهائية مبكرا عليه إحنا بحسب القانون إن شاء الله يتم اليوم وبحسب إعلان المفوضية المسبق أنه يتم الإعلان الأولي إعلان النتائج الأولية لنتائج الانتخابات خلال الـ 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع وطبعا هذا متوافق مع القانون طيب هل هناك موعد محدد لإعلان النتائج النهائية أم ربما يعني عند استقبال كافة الاعتراضات من قبل المرشحين والقوى المشاركة أكيد طبعا هذا الموضوع لا يبت إلا بعد أن ينتهي ملف الاعتراضات المفوضية رح تفتح فترة معينة لاستقبال الاعتراضات هي طبعا هي فترات قانونية بالمناسبة وحتى أنا ما رح أتكلم لك لأنه الموضوع القانوني مختصاصي ولكن هناك فترة معينة لاستقبال الطعون هي الطعون على النتائج والشكاوى على يوم الاقتراع وما يحدث به فبعد أنه تستلم وتبت في هذه الشكاوى والطعون ترفع النتائج إلى المحكمة الاتحادية ويتم المصادقة عليها وهذا الموضوع هو اللي يخليها نتائج نهائية أما مسألة إشقد الوقت يعني هذا بحسب ما يردنا من طعون تتعرف خمسة الاف وتسعمية مرشح أكثر من خمسة الاف وتسعمية مرشح يعني إحنا ما رح نضمن إشقد رح تجينا اعتراضات اليوم يعني حال أنه يتم إعلان النتائج هذا ما نقدر نتوقع ولا نتكهم بي لازم نخوض التجربة على أرض الواقع ومن ثم يعني لكل حادثين حديث طيب في ظل النسبة التي أعلنتها المفوضية بعد بلوغها 41% للمشاركة تحدثت عن هناك تطابق 100% للفرز اليدوي والإلكتروني لأكثر من 35 ألف محطة هل هذا يعني ربما يسهل الإجراءات للوصول أسرع إلى النتائج؟ يعني هو أول ما يعطيك انطباع موثوقية الأجهزة وموثوقية العدوى الفرزي يعني هذا يثلج صدورنا لما تكون النتائج مطابقة هذا ثمرت جهود أما يسهل عملية يعني يسهل شيء آخر لا أكيد يعني أكيد هناك جهات هي رح تستخدم حقها يعني ما ممكن أنه رح يكون أكو رضا فبالتالي ما رح يسهل شيء أكو إجراءات قانونية وأكو مدد قانونية وأكو مراحل ما بعد إعلان النتائج هذه كلها لازم تخاض هل الوقت تشقد رح يطول رح الأمور تسير يعني على وثيرة سريعة الله أعلم ولكن يعني هي مسألة مسألة مبشرة أنه تطابق العدوى الفرزي اليدوي مع الأليكتروني هذا معناها يعني دقة هذه الأجهزة للعمل هذا المؤشر الوحيد الذي أقدر أقول لك يا أما باقي الأمور وكيف تسير فهذا يعني مبكرا أنه نتحدث به لازم نخوض التجربة نعم مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيدة نبراس أبو سودا كنت معنا ضيفة كريمة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا